اشتركوا في القناة جسم الحية الطويل يشمل الذنب الموصول في الجسم بطريقة لا نكاد نفرقها والهيكل العظمي سلسلة من قفص صدري طويل قد يبلغ عدد اضلعه اربعمائة ضلع تمتد الاحشاء الداخلية على طوله ويمكن للثم ان يفتح واسعا وذلك لتمكين الحية من ابتلاع الفريسة وضمن الفم اسنان حد بعضها قد يكون ساما ولسان الافع طويل وقد يكون مشعبا واللسان يندفع خارج الفم كالسهم ثم يرجع الى الداخل باستمرار حتى عندما يكون الفم مغلقا لان للحية فتحة في الفك الاعلى يخرج منها اللسان والسبب في ذلك هو ان اللسان يحل محل الانف فيلتقط الرائحة ويحملها الى عضو داخل الفم يميز بين الروائح المختلفة وبهذه الطريقة تستطيع الحية ان تحس بوجود طعام او اعداء او انثى او حية اخرى منافسة ورغم عدم وجود ارجل لها تستطيع الحياة ان تتحرك بسرعة فائقة على الارض وتتسلق اغصان الاشجار وتتغلغل في الطراب وتسبح عند الضرورة وتتحرك بطريقة لوي جسمها وقد تلتف على نفسها ثم تقيم الطرف الاعلى من جسمها فتندفع الى الامام او انها تلوي جسمها الى الجهتين فتندفع الى الامام وعلى الرمل تتحرك بطريقة جانبية ويمكن للحية ان تنساب الى الامام بدون التواء مستخدمة في ذلك الحراشف في اسفل جسمها وتعيش الحياة على العموم في الاماكن الحارة من العالم اكثرها على اليابسة اما حياة البحار فتكثر في المحيطات الاستوائية منها نوع يعيش في الماء كل الوقت ويلد صغاره حية مثله وانواع اخرى تخرج من الشاطئ من وقت الى اخر وتصطاد الحياة حيوانات اخرى لطعامها مع ان بيض الطيور هو المفضل لدى انواع متعددة وتكتفي كثير من الحياة بعض فريستها واخضعها بينما لغيرها انياب تنفس سما قاتلا وسم الافاعي قد يكون مميتة للانسان ويموت حوالي اربعين الف بشري كل سنة من قرس افاعي البوة والاصل تقتل فريستها بواسطة الضغط والطريقة هي ان تعد الفريسة ثم تلتف عليها وتشد بكل قوتها ليس لتحتيم الفريسة بل لمنعها عن التنفس وايقاف قلبها عن الحركة واكثر هذه الافاعي ضخم ويعيش على ضفاف الانهار حيث تفاجئ فرائسها عندما تأتي لتشرب وهناك انواع من الافاعي تعيش في الشجر وترتمي على الفريسة عندما تمر تحتها وعندما تموت الفريسة تبتلئها الافاع كاملة وذلك بفتح فمها واسعا وابتلع الجسم والحية التي ابتلعت فريستها تظهر منتفخة بجسم الفريسة وتضع بعض انواع الحياة بيوضا بينما تولد انواع اخرى منها حية ويكون شكلها في صغرها مثل شكل الانواع المكتملة النمو وفي اثناء عملية النمو تخلع الحية ايهابها اي جلدها لانه لا يمط ليماشي نموها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة